السوشيال ميديا أكيد أيوة أنت ما تبصيش على الكومنتات أو حاجة بس بقوا بيتدخلوا شوية في الحياة الشخصية بيركزوا الفنان عمل متجوز مين أو يشوفوا النجمة دي متجوزة مين علاقتهم إيه أولادهم إيه أما الجزء بتاعتدخل السوشيال ميديا ده بيبقى مروش دعوة بالأعمال يعلقها بالحياة الشخصية بالنسبة لك ده بتشوفي إزاي أنا أستفهم إيه سوء يعني مين مين اللي بيعمل تعرفة الناس الأحدة بقى عملة أكاونت على السوشيال ميديا عمتا فيه ناس دلوقتي بقيت مالهاش شور غير إنها تنقض وتقول أخبار الفنانين والفن عمتا آه تعالي بقى أنا بتكلم في ده بقى يعني أنا بقعد مثلا تشوف أهو فعلا أكاونتات بتحلل المسلسلات وبتحلل الصناعة عمتا آه السؤال هو مش دي دراسة ولا إيه يعني أنت مثلا تجيز ساتين ستين روتيني مين هيكسب صح في القابلة ما تريدكم أم كلهم تعبوا فيارب كلهم ينجعوا أبني إيش دعوة صح يا فأنا إزاي دخل نفسي في منطقة زي دي يعني إزاي دخل نفسي في شكل الناس أنا فهموش يعني فأنا مش عارفة بصراحة بس هي بقت حاجة أنت كل يوم الصبح بتريد إيه فيه إيه لا هيا أنا لسه جاية عاربين فأنا برايح دميها بجد اللي أنا السؤال ده بتتقل كتير بس أنا فعلا ما عنديش إجابة يعني أنا ما فيش اللي كله أنا عرف أعمله مع نفسي إن أنا براكسي يعني في الحاجات دي يعني كمية أخبار أنت مش فهمة فيه إيه بجد يعني إيه جميع وفي الآخر تكتشفي أن فيه عالم بيمثل عشان يبقى ترند وأنا فعلا مش فهمة إيه ترند ده يعني إيه أبقى ترند ده أنا مش فهمة إحنا كنوا ققفين قبل القصة دي وقبل الترند ده كله على السؤال بقالنا إكذا سنة مين أحلى قسقس ولا الحمدين بمرغان ما عرفش الدنيا جرى فيه إيه أنا كله قفين على السؤال ده والدنيا كانت زي الفل والله العزيز وكنا محترين قسقس أحلى ولا حمدين آه واللي اتنين يقولوا أكسم بالله أنا أحلى والتانين يقولوا أكسم بالله أنا أحلى وفي الآخر علي ربيع شايف أنه أحلى من الاتنين آه تخيالي والدنيا كانت مشي زي الفل لو عرفش اللي جرى إنته سعلان مني إهلا الله أنا فعلا مش مدركة يعني هما إيه مقاييس النفسي حد يطلع يقولي إيه مقاييس النجاح والفشل بالنسبة لهم إيه مقاييس الحاجات الكويسة والحاجات اللي هما ياخدوها قدوة وإيه مقاييس الحاجات الوحشة النفسي بقى لها مقياس أنا مش لقيلها مقياس للأسف عندك مفيش مقياس مفيش معايير ماشية بيها السوشيال ميديا فأنا فعلا مش فهماهم والله اشتركوا في القناة